سيكون ختام حديثي في سورة الذاريات عند الآية السادسة والخمسين بعد البسملة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة هنا ما هي الصلاة العبادة هنا الكون في دائرة الطاعة والعبودية لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنه التمهيد لصاحب الأمر مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه هي الغاية القصوى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية القصوى الغاية القصوى شرحها لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هنيئا لي وهنيئا لكم إذا وفقنا لخدمة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن يكون هذا البرنامج وأن تكون هذه الحلقات بالخصوص نوع خدمة في فناء صاحب الأمر وأن تكونوا أنتم أيضا حينما تتواصلون مع هذه الحلقات كي تزدادوا معرفة بعظمة مشروع إمام زمانكم كي تحسنوا الخدمة الخدمة من دون معرفة لا محنى لا ستكون هراء فأنا وأنتم بحاجة أن نعرف عظمة مشروع إمام زماننا قطعا لا أريد أن أحدثكم عن عظمة إمام زماننا اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هذا هو صاحب الزمان عودوا إلى دعاء السحر إلى دعاء البهاء وطبقوا كل الأوصاف في ذلك الدعاء على إمام زمانكم تلك هي عظمة الحجة ابن الحسن اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله من جلالك بأجله من كمالك بأكمله من عظمتك بأعظمها من نورك بأنواره إلى بقية العناوين في ذلك الدعاء الشريف عودوا إليه في مفاتيح الجنان طبقوا هذه العناوين على إمام زمانكم ذلك شيء من عظمته صلوات الله عليه حديثي في هذه الحلقات لا عن عظمة الحجة بن الحسن حديثي عن عظمة مشروعه عنواننا هو هذا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم فهذه الحلقات أتمنى أن تكون خدمة مني لمشروع إمام زماني وأن تكون خدمة منكم بسبب بسبب قناة القمر أن تتواصلوا مع هذه المضامين ومع هذه الثقافة التعظيمية النقية التي تتبرأ من قذارات الأقزام ومن قذارات المنهج التقزيمي القذر الطفس مثل ما يصفهم رسول الله ويصفهم أمير المؤمنين كما مر علينا في الروايات والأحاديث التي تلوتها على مسامعكم في الحلقات المتقدمة في هذه المجموعة ترجمة نانسي قنقر